اشتركوا في القناة بيت الله الحرام فجمع بين الحسنيين قبلة إبراهيم وقبلة اليهود فلما هاجر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وفرحت اليهود بذلك كثيرا وما زار الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بالحنين تجاه مكة المكرمة ويهفو قلبه إلى البيت العطيق إلى قبلة إبراهيم عليه السلام وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء يدعو الله ويبتهل إليه أن يعيد القبلة إلى بيت الله الحرام فاستجاب الله عز وجل ونزل أمين السماء إلى أمين الأرض يبشره بتحويل القبلة فلما علم المؤمنون بالخبر قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ونزل في اليهود والمنافقين ومشرك كوريش كرآنا يتلى إلى يوم الدين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ترجمة نانسي قنقر